بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اه التلات اه اشياء لو شفنا ان احنا بنحصل عليهم او ان احنا بنمتلكهم في المنام من الرؤى المباشرة سواء برزق بتحقيق امنيات بتحقيق اهداف للرؤى اول رؤية معنا او اول شيء لو شفنا ان احنا بنمتلكه في المنام هو رؤية المفتاح. المفتاح في المنام من الرؤى اللي بتدل على ساعة في رزق الرؤى وحصوله على اموال. كمان رؤية المفاتيح من الرموز اللي بتدل على تعدد الفرص اللي هتتاح للرؤى. برضو من الرؤى اللي بتدل على استجاب الدعوة وعلى تحقيق امنيات وتحقيق اهداف وبشارة كمان بالنجاح. وحيلا بتدل على علم هينتفع بالرؤى. لما يشوف المفتاح المصنوع من الحديد ده بشارة بالنصر للشخص. كمان المفاتيح الخاصة بالسيارة. اما يشوف الرأي انه معاه مفتاح خاص بالسيارة. فده بشارة بتحسن في احواله وبالخص في احواله المادية. كمان من الرؤى لو كان هو مريض وشاف مفتاح للسيارة. فبشارة ليه بالتعافي. كمان مفتاح السيارة في المنام من الرؤى اللي بتدل على الالتزام. وعلى التقارب من الله سبحانه وتعالى. وعلى التزام الرأي بالعبادات بشكل عام. كمان اما يشوف الشخص ان فيه حد بيعطيه مفتاح في المنام. فده بشارة بسعادة وبسرور. وبمكانة هيحصل عليها الرأي او ترقية. آآ في آآ عمله. آآ كمان من الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد للشخص وكمان على آآ كسب اموال او آآ تحقيقه لي آآ ارباح وتحقيقه لي آآ مكاسب. مفتاح البيت. اما يشوف ان فيه حد بيعطيه مفتاح خاص بي البيت. او بمنزل. فبرده من الرموز اللي بتدل على آآ مكانة مميزة للرأي وآآ منصب. لما يشوف انه فتح الابواب فده فتح آآ آآ ابواب رزق وابواب خير وتخطيه آآ مهن او تخطيه آآ صعوبة. آآ كمان من الرموز المبشرة للشخص بتغيير آآ في حياته للأفضل. وكمان شارة لي آآ بالنجاح وآآ بالتفوق آآ وتحقيقه الانجازات بشكل عام في حياته. الشيء التاني او الحاجة التانية اللي احنا لو شفنا نهنا بآآ نمتلكها فنبشر خير آآ هو رؤية الجوال او رؤية الموبايل او الهاتف في المنام. كل ما كان الجوال آآ حديث كل ما كان البشرات اللي بيحملها لنا افضل. كل ما كان سليم ما ينفوش اي آآ هطل مش مقصور مش عطلان مش غربان. كل ما كان آآ افضل. اولا رؤية الجوال بشكل عام من الرموز اللي بتدل على بداية جديدة في حياة الراعي هتكون البداية دي بداية آآ سعيدة. الجوال للشاب او للفتاة العسباء ما يشوف انه حصل على الجوال فبشرة ليهم بالزواج. الفتاة العسباء ما تشوف الجوال حديث وآآ شكله حلو فبشرة ليها بالزواج من رجل آآ ميسور الحيل. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الجوال تشوف ان زوجها بيهديها بجوال آآ او حصلت على جوال بشكل عام آآ وكانت متأخرة في الانجاب او كبتسها للحمل فبشرة ليها بحضوص الحمل. آآ جمان الجوال من الرموز اللي بتدل على تحقيق آآ رغبات او تحقيق آآ امنيات للرأي بشكل عام. الجوال كمان من الرموز اللي بتدل على مكانها هيحصل عليها امرأي آآ سواء بين الناس او آآ في آآ عمله. الرؤية الهاتف آآ ده تحقيق آآ تموحات وتحقيق احلام وتحقيق امان وامنيات للرأي آآ بشكل عام. آآ كمان الشخص المتزوج سواء كانت امرأة او رجل اما يشوف الجوال فبشرة بآآ سعادة وباستقرار آآ في حياتهم الزوجية. الجوال كمان من الرموز اللي بتدل على سماع اخبار آآ سعيدة اخبار آآ مفرحة. رؤية الجوال الابيض ده تحقيق امنيات. المرأة الحامل لما تشوف الجوال الاسويت ده بشارة بمولود آآ زكر. عم نشوف الحد بيهدينا بآآ جوال فده كدوم خير وكدوم رزق وكدوم مناسبات آآ سعيدة. كدوم افراح. كدوم اخبار آآ سارة. ممكن تدل كمان على عودة شخص عزيز على الرأي. ممكن تدل على ترقية هيحصل عليها الرأي. آآ كمان على نجاح على تفوق على تحقيق انجازات آآ في حياته بشكل عام. الرؤية الثالثة او الشيء الثالث هو آآ رؤية امتلاك سيارة آآ جديدة. امتلاك سيارة آآ جديدة للرأي آآ من الرموز اللي بدل على تعيير آآ في حاله للافضل كمان تحقيق امنيات كان آآ بيرغب آآ فيها. كل ما كانت السيارة حديثة ومتقدمة اكتر كل ما كان الرمز يكون افضل. آآ كمان رؤية السيارة الحديثة بشارة بقدوم خير وآآ بنجاح وبتحقيق طموح آآ وآآ كمان من الرموز اللي بتدل على الاستقرار وعلى ساعة في آآ رزق الرأي آآ بشكل عام. آآ كمان السيارة الجديدة من الرموز اللي بتدل على تولي منصب له الرأي آآ كمان على نجاحه على تفوقه سواء في آآ عمله او في آآ دراسته لو كان هو لسه آآ بيدرس. آآ كمان الشخص الفقير لما يشوف ان هو امتلك سيارة آآ جديدة فبشارة ليه بتاع في آآ رزقه كمان بشارة لي آآ بحصوله على فرصة عمل مناسبة لي لو كان هو بيسعى لفرصة عمل. كمان الطالب لما يشوف السيارة الجديدة فبشارة بالنجاح وبالتفوق آآ وتحقيق انجازات خاصة في آآ دراسته. آآ كمان الشخص الفقير لما يشوف انه آآ امتلك آآ سيارة لو كان عنده ديون فبشارة بسداد آآ ديونه وحصوله على اموال واموال كتير. آآ كمان الشخص المريض ما يشوف السيارة الجديدة فبشارة ليه بالشفاء وآآ بالتعافي. آآ رؤية السيارة الجديدة برضو لما يشوف الشخص انه بيقودها بسهولة وبيسر. فده آآ تمام آآ امر هو كان بيسعى ليه كمان من الرمز اللي بتدل على اده يسير آآ في حياته بشكل عام. كمان قيادة السيارة آآ آآ ده وصوله لي آآ آآ نجاح وتفوق وتحقيق آآ انجازات. آآ كمان آآ قيادة السيارة آآ لو كانت لو شاف الرؤية دي رجل كان السكت وحامل فبشارة ليه بانه هو هينجب آآ ولد والله اعلى واعلى. شراء السيارة الجديدة كمان ده خروج من ازمات آآ خلاص من عقبات آآ حل لي آآ مشاكل كان بيمر آآ بيها كمان بشارة بحدوث آآ آآ حدوث امور سعيدة ليه او آآ وصوله لي آآ او سماعه اخبار آآ سعيدة. آآ كمان السيارة الجديدة برضو من الرموز لو كان عنده آآ تعطيل او تأخر في حياته وشاف انه هو آآ اشترى سيارة جديدة وانه بيسوقها وانه هي ماشى بسهولة فده يسير آآ في اموره بشكل عام. آآ ده كده باختصار اهم آآ الثلاث آآ اشياء لو شفنا ان احنا بنمتلكهم في المنام فنبشر بقدوم خير نبشر بتحقيق آآ امنيات آآ نبشر بقدوم رزق بزواج بتيسير آآ بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم لو في اي سؤال او آآ استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو كثير. مع السلامة.